على مشاهدة برنامج الأهل خطة أحمر تحديداً هذه الليلة أهلاً بيكم وزي ما قلنا والكورة للجمهور معانا في بداية الحلقة بيان مهم جداً من النادي الأهلي نستعرضه معاكم يخص الجمهور النادي الأهلي أصدر بياني اليوم بيقول فيه اتصالات مكسفة للخطيب لتيسير دخول الجماهير المباريات أجرى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي عدة اتصالات مع كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد عمر الجنيني رئيس اتحاد الكرة والمسؤولين عن شركة تسكرتي الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي والمسؤولين عن الشركة الإفريقية القائمة على تأمين المباريات وبالتنصيق الكامل مع الجهات الأمنية وذلك لعقد اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن لإيجاد حلول إيجابية لما تشهده بعض المباريات من أزمات مع الجماهير سواء أثناء دخول الملاعب أو في المدرجات ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع المشار إليه مناقشة وضع أليات تسير الكامل على الجماهير خلال الفترة المقبلة أثناء دخول الملاعب واستخدام أدوات التشجيع المشروعة والمسموح بها في المدرجات تمهيدا للسماح بدخول عدد أكبر من الجماهير في المباريات المقبلة وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تأمين وتنظيم المباريات والالتزام بكل التعليمات التي تصدر عن الجهات الأمنية في هذا الشأ والتي تبزل جهدا كبيرا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية ده بيان النادي الأهلي استعرضنا معاكم خطوة جديدة لمحاولة إيجاد طريق من النادي الأهلي لعودة الجمهور إلى المدرجات أكيد فارس ونتمنى إن شاء الله نوصل لطريقة لتسير فعلا وجود الجماهير للمدرجات لأنه زي ما قلنا الكرة للجماهير وبما إننا بنتكلم عن النادي الأهلي عندنا طبعا مباراة قوية جدا ومهمة جدا جدا في مشوار النادي الأهلي الأفريكي مع بلادين